بس خليني نقوله مؤخراً أفلام محمد هنيدي ما كانتش الأقوى بص انتي فتحتي نقطة مهمة قوي معظم نجوم الكوميديا اللي حققوا طفيرات كبيرة في عشر سنين مثلاً وقفوا لأن في بعضهم حس انه مش قادر يخرج من الكاركترات اللي قدمها زي محمد سعد في بعضهم كان عنده طموح في الفكر ما قدرش يقف على أفكار جديدة زي أحمد حلمي فأفلامهم حتى الأخيرة كان فيها اهتزاز في شباك التذاكر وكذلك هنيدي بس هي مرحلة بتعقب دايماً مراحل النجاح الكبير وعندنا حكاية مش متوفرة في النجم المصري في الحقيقة برا في عالم محيط بالنجم في عالم بيفكر معه في أسرة بتفكر معه في حد مسؤول عن صناعته حد مسؤول عن أنه زي الفترة دي يقدر يظهر زيه بالشكل التولاني إحنا عندنا أنه النجم يتعامل مع كل الأشياء يعني بيختار المخرج والمؤلف والآخره ففي الغالب بيتهم أنه الحكاية أنه يقدر يفكر لنفسه ماذا أريد أن أقدم في هذه المرحلة فبيحصل حاجة من حاجتين يأما أنه يتلاشى وزي ما حصل مع عنجوم آخرين يأما أنه يقدم عروض من باب التواجد هو مش بنفس باور الأفلام السابقة وبالتالي بيها تلسلة بس ده يضره أكتر ما يفيده أعتقد إيه؟ فبيضره طبعا طبعا بيضره